ما أقسى أن تحزم آلامك ومعاناتك وترحل إلى المجهول تترك وراءك مسكنك وذكرياتك ودفع استقرارك لتخوض معركة جديدة للبحث عن مأوى آمن ومصدر للعيش تسد به جوعك أهالي قرية شليلة تابعة لمدرية حرط بمحافظة حجة أجبرتهم ليش الحوث على الرحيل وترك منازلهم وأراضيهم بعد تعرضهم للقص بالأسلحة الثقيلة واستمرار سقوط القتلى والجرحى منهم جلهم من النساء والأطفال في الأيام الماضية أوقع القص ما يزيد عن 15 مدنيا بين قتلى وجرحى فيما نفقت عشرات المواش والأغنام وتعرضت سيارتان للإتلاف ليس هو الرحيل الأول لهؤلاء الهالي فسبق وأن رحلوا من قراهم بسبب القصف أيضا واستقروا في شليلة واليوم يرحلون منها بعد أن طالتها قذائف ميليش الحوثي يغادرونها وهم مثقلون بعبء البحث عن إجابات سؤال مصيري يثقلوا كاهلهم ويضاعف معاناتهم هل هو الرحيل الآخر يا ترى؟ أم ستعقبه رحلات ورحلات هربا من ميليش الموت؟ وبحثا عن مأوى أكثر أمنا يعانون ظروفا إنسانية قاهرة وهم بعيدون عن كشفات واهتمامات المنظمات الإغاثية قريبون من الموت بقذائف الميليشيا والجوائح والأزمة الإنسانية الصعبة نحن الحمد لله تعالى بنقدم بقدر ما نستطيع لقد تم إخلاء هؤلاء المواطنين من النساء والأطفال إلى أماكن آمنة وإن شاء الله تعالى ستقدم لهم المساعدات أفراد لواء القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة أجلوا السكان إلى مناطق آمنة وفروا لهم الاحتياجات الضرورية وخيام الإيواء المؤقتة وسير منسق الشؤون الإنسانية بجزان المنطقة السعودية المحاذية مواد غذائية وإيوائية لنازحي شليلة كمرحلة أولى حتى ترتيب مخيم يتسع لجميع النازحين يتضمن متطلبات ومقومات الحياة الإيوائية والغذائية والصحية